وبخصوص مواكبة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والهدف من النظام المندمج نتابع توضيحات عبد الكريم مهدي وعضو فريق الاتحاد العام بمقاولات المغرب بمجلس المستشاري الاتفاقية التي توقعت صاحب الجلالة تابعاً التوصيات التي جاءت في الخطاب الدورة الفتتاحية للبرلمان نقول لي ناشدت القطع الخاص والبنوك باش أنها تحاول تدير واحد البرلمج مندمج لدعم ومواكبة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الداتي والهدف من هذا النظام المندمج هو أنه أولاً غديمشي واحد الفئات اللي هي الآن خصنة الدمج في الاقتصاد الوطني وخصة تخرج من القطع الغير مهيكل القطع المهيكل هذه أولاً ثانياً هذه فرصة أننا كأن هناك واحد تتبع في الجهات وهذا التتبع في الجهات يمكن الجهات أنها تولي عندها واحد المسيج من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والأهم هي كأنواحد المواكبة على صعيد الجهات والمنظومة في كاملها هي منظومة التي هي متكاملة لأنها كنت تتبع وغير يكونوا تقارير إذن الآن مشكلة التمويل ما بقاش مطروح لأن كان هناك مشكلة للضمارات ما غدش يبقى ومشكلة للفائدة سعر الفائدة حتى هو نقص